السلام عليكم ورحمة الله اختيار تاريخ أول نوفمبر لإجراء الاستفتاء على مشروع تغيير الدشتور جمال الأول قلنا بليرهم حابين يعني يستعملوا رموز الثورة وحابين يستعملوا التاريخ طاعنا لكي يمروا شيء لنرفضوا الشعب إن شاء الله عليكم الأول نوفمبر يكون انتلاقة للتحرير الثاني للجزائر الجزائر من الاستعمار في أول نوفمبر 1950 وتحرير الجزائر من العصابة الفاسدة في أول نوفمبر 2020 إن شاء الله ولكننا لما سمعت إيف لودريان وزير الخارجية الفرنسي المخرج من اللقاء اللقاء كان مع تبون نطق كلمة أول نوفمبر وقال ونور لي باش يجري في الاستفتاء ليه؟ جاءتني فكرة أخرى كاكيت كما يقول كذا جاءتني كلمة أول نوفمبر كانت تعني بالنسبة للفرنسيين بالنسبة للعالم بأسره للعالم بأسره كلمة أول نوفمبر تعني حرب التحرير ثورة التحرير الست خالدين اللي شعلوها ثورة ضد استعمار استيطاني دام قرن وربع قرن هذا وش يعني أول نوفمبر اليوم أول نوفم رح يعود يعني الموسادقة على دستور جديد هو مش دستور تعديد دستور لكن رح نرضو سموها دستور جديد دستور الجزيرة الجديدة شو كيش تزوير التاريخ خيانة عظمى قام هذية تتسجل على تبون واللي معاه خيانة عظمى تزوير التاريخ أول نوفمبر تحويل تاريخ ممجد تاريخ مقدس تعالي نوفمبر إلى شي مرفوض من طرف الشعب تعديد دستور اللي كان أول نوفمبر يقترن باندلاع ثورة لكسرة الإمبراطورية الفرنسية ثورة لكسرة الإمبراطورية الفرنسية أول نوفمبر كان عنها اليوم عاد يردونا أول نوفمبر يعني تعديد دستور ما كانش أجمل هادية تقدم لفرنسا مثل هذه ما كانش أجمل هادية تقدم لفرنسا مثل تصوير تاريخ أول نوفمبر أو خمسين أو نوفمبر تردو يقترن بحدث آخر غير حدث ثورة التحرير هذه خيانة عظمى وجميع مسكت عليها شارك في هذه الخيانة كلنا قلوا لا لخيانة أول نوفمبر رمز هذا تاريخ رمز بالنسبة للجزائريين تاريخ رمز ما تربطه ليش بتعديل دستور تجد تعطي بمسال حيات الرئيس مزور رئيس منصب من طرف تغمى أسكارية تربط لي اسم أول نوفمبر بهذا التعديل أجمل هدية تقدم لفرنسا أنك تنحي كلمة أول نوفمبر تاريخ النوم مبقاش مربوط بتاريخ ثورة باندلاع ثورة التحرير هذا مربوط بالخروط وتحهم والشعب رابض كين خيانة أكثر من هك لعن الله كل من خان الجزائر وكل من خان دماش وهدائها لعن الله كل من صمت وشارك في هذه الخيانة كيف ينا استقبلوا أنه تاريخ أول نوفمبر ما يعود مرتبط باندلاع ثورة التحرير ويجو لسقول استفتاء على خروطه قال تعدي الدستور ولي الشعب مش رأي شارك فيه كيف استقبلوا تاريخ أول نوفمبر اللي حدو أبطال الجزير الخالدون الست الخالدون حدو تاريخ أول نوفمبر لاندلاع الثورة يجي تبون المظور يحدو لإجراء استفتاء على دستور نظور دستور يكرس الحكم الفردي دستور رافض الشعب جزيلي كيش تقبلوا أن تحط في ميزان واحد الستة الخالدين معتبون اللي جاء جابوه العسكر وحطينه طرطور طرطور في المرادية كيش تقبلوها وتسقطوا يا ناس كيف هاي تقبلوها وتسقطوا كيش تسقطوا على أنه تاريخ أول نوفمبر اللي كان مرتبط ثورة اللي كسرت الإمبراطورية الفرنسية يجي يردوا يربطوا بإجراء استفتاء على دستور مزور كيف والله يشهدني باللغط إنه كثير الناس لا يشرح تلهم هذه الفكرة هذه تاريخ أول نوفمبر مرتبط باربعة وخمسين ثورة التحرير يجي تبون يربطوا بتعديد دستور ويعطيها هدية لفرنسا ويجي إيف لدريون وينتق بكينة أول نوفمبر يربطها بتعديد الدستور ما يربطهاش بثورة اللي كسرت الإمبراطورية دياله واللي جعل ديغول آدم رجل في التاريخ المعاصر الفرنسي هو اللي كسرت بيد الإمبراطورية الفرنسية تحت ضغط الثوار الجزائرية تحت ضغط الجزائر ويجي اليوم سيتمبون يركادوا تفضلوا أول نوفمبر عادي يرتابط بتعديد الدستور يكرس الحكم الفردي ويعفس في الإرادة الشعبية نذكروا عملي السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة